بسم الله الرحمن الرحيم قل أنحي إلي أنه استمع نفع من الجن فقالوا إنا سنعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا بلدا وأنه كان يقول سفيرنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعذون برجال من الجن فزادوهم رعقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرفا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرر رشدا وأما القاسطون فكانوا لجأنم حطبا وألم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا ودقا لنفتنا فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ظرا ولا رشدا قل إني لن جيرني من الله أحدا ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاوا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم إنما خالدين فيها أبدا حتى إذا رأب ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما تعدون أن يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا صدق الله العظيم